بسم الله الرحمن الرحيم لازم نتعلم عن احتواء الاحتواء كنا فاكرينه او كنا فاهمينه كاهلوية انه هو في التحكيم في مصر فقط اللي هي مباراة خمسة ثلاثة وطلع الكابتن محمد عادل وقال لك لازم الاحتواء والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده فده كان كل تفكيرنا هل كان من المنتظر ان احنا نفكر ان يكون للاحتواء معنى اخر او يكون للاحتواء وجوه اخرى زي روح البروتوكول كده ما سمعناها في مطش البنك الاهلي في مباراة البنك الاهلي لو تفتكروا جوني اللي تلغى وتعم حمود وحيد تعم حمود وحيد يعني اللي الفارد دخل في الفاول وما تدخل وما ليش دعب اي حاجة تانية لو تفتكروا فانا عاد تسأل ساعتها كابتن عصاب عفتاح اتكلم على روح البروتوكول تمام فاتضح ان الاحتواء له وجوه كثيرة غير التحكيم ايه المقدمة اللي انت عملت وقولها دي عم اسلام المقدمة دي لانه قبل ما ابدأ كمان الموضوع نفسه خلوني احكي لحضراتكو حكاية حكاية النادي الاهلي مع المنتخبات المصرية سواء منتخب اولمبي او منتخب اول حكاوي حضراتكو عارفينها ولكن انا مضطر ان انا اقولها مرة تانية لمن لا يعلم ولمن لا يعرف لان اتحاد كرة القدم خلال هذه الفترة مش هنتكلم عن الموضوع دلوقتي كله في وقته لكن انا هحكي الموضوع من اوله من اول المنتخب الاولمبي ولما انا اتكلمت انا برضو اسلام الشاطر هنا لما اتكلمت الناس طلعت هجمتني لما انا اتكلمت الناس طلعت هجمتني دلوقتي الناس بتتكلم بمنتهى العين الكبيرة وبمنتهى الاريحية ومحدش بيتكلم معاهم ان اللعيبة ما تروحش المنتخب ده عادي عادي جدا فيش مشكلة فخلوني احكي لحضراتكم وان يتفرد صحيح صحيح وان يتم فرد واحد من الجهاز بالعافية هتاخد ده يا اما بقى هنوريك العين الحمرة فهتاخده وحتى نهاية الموسم السابق هو مدرب لفريق في درجة تانية مدرب عام مش مدير فني بعدين هبقى اتكلم في الموضوع ده انا بس بكمل الورق بتاعها طيب الحد ان شاء الله يكون عندنا او الاتنين بالكتير الحد او الاتنين يكون عندنا حدودة الموضوع ده ده موضوع اخر لكن تخيل حضرتك ان لما احنا نتكلم الاهلي لما يتكلم او بلاش الاهلي لما احنا نيجي نتكلم هنا في قناة النادي الاهلي ونقول يا جماعة هو ماينفعش يجب ان يكون هناك اتفاقات بتحصل علشان اللعيبة تروح تلعب في المنتخب وتلعب للنادي لان النادي هو اللي بيدفع للعيبة دي الفلوس اللي بيقبضوا منها لما انا قلت الكلام ده ساعتها انا فاكر كويس جدا طلعت علي حملة كبيرة جدا جدا من بعض بلاي وشجع النادي الاهلي ولولا جمهور النادي الاهلي برضو كانت الدنيا لكن جمهور النادي الاهلي وقفوا قال انا بتكلم صح لان هم عارفين وجمهور النادي الاهلي جمهور حقاني يعني لما يبقى عارف ان الاسلام بيتكلم صح او غير اسلام اسلام او غيره اي حد من الاعلاميين النادي الاهلي بيتكلم وبيتكلم صح تلاقيهم موقفين في ظهره لما يلاقوا بيتكلم غلط بينهم وبينه كده يبعتوا لقولوا انت بتتكلم غلط فجمهور النادي الاهلي واعي وعارف كويس قوي افتكروا الكلام اللي انا بقوله ده لانه كلام مهم جدا لما نطلع احنا كاعلام النادي الاهلي نتكلم عن أن يا جماعة اللعبة دي النادي الأهلي اللي بيدفع فلوسها واللعبة دي احنا ما عندناش مشكلة في أي حاجة بالعكس النادي الأهلي هو كبير الأندية المصرية والنادي الأهلي هو اللي بيعلم الأندية المصرية كلها والأنديها في أفريقيا كلها والأنديها العربية كلها إزاي تقدر تضحي عشان خطر بلدك مش تضحي دواجبك أن أنت تضحي عشان بلدك دواجب لازم نعمله ونعمله وإحنا مبسوطين وقلبنا وقلبنا يبقى مستريح كده فخلوني أبدأ مع حضراتكم الموضوع من أوله مش من غير أي حاجة خالص في بداية الموسم اللي فات حضراتكم تفتكروا المنتخب الأولمبي وقت ما كان رايح يلعب دورة الألعاب الأولمبية في توكيو الأهلي إيه؟ الأهلي عمل إيه؟ حد يفكرني أيوة ترك لاعبي المهمين جداً للمنتخب وتحرم منهم فأعتقد أربع ثلاث أو أربع مباريات في بطولة الدوري وخسرنا بطولة الدوري فيش مشكلة لشخاتر بلدي ما عنديش مشكلة حمد الشناوي صلاح محسن أحمد ياسر ريان أكرم توفيق عمار حمدي مليون في المية لو تفتكروا هذا التوقيت مباريات النادي الأهلي في هذا التوقيت تأثرت سلباً على صعيد النتائج بس كده عم الإسلام لا مش بس كده لو حضراتكو فاكرين جمهور النادي الأهلي فاكر ولكن أنا بقول كلامي ده لللي بيتفرج من برج جمهور النادي الأهلي فاكرين أزمة تضارب المواعيد بين الأمم الأفريقية بطولة الأمم الأفريقية وانطلاق بطولة كاس العالم للأندية في النسخة الماضية كاس العالم للأندية يعني حضرتك عندك كاس أمم أفريقيا وكاس العالم للأندية دي بطولة رسمية ودي بطولة رسمية برضو إعلاء لمصلحة البلد نادي الأهلي احنا كنا بنتكلم كل يوم عن هذا الأمر ولكن في النهاية النادي الأهلي خلاص تمام لعبنا المباراة الأولى وربنا كرمنا في المباراة الأولى بس بدعاوى جمهور النادي الأهلي بدعاوات جمهور النادي الأهلي وعشان ربنا كان يعلم ساعتها أن النادي الأهلي مظلوم في هذا الأمر ولكن في النهاية خلاص قرار من مجلس دارة النادي الأهلي مساندة منتخبنا واللعبة في المباراة النهائية في ذلك الوقت بلعبة النادي الأهلي عندناش مشكلة وإحنا هنتحمل الحمد لله خدنا البرونزية ساعتها كسبنا الهلال كسبت مين؟ آه الهلال كسبت الهلال كام؟ أربعة كان بيلعب تسعة الكرة فيها كده الكرة فيها كده هي الكرة كده فكسبت مين؟ يا عم إسلام كسبنا الهلال تحب أسمعها لك؟ وأنا مغمض عيني؟ كسبت الهلال ولو تفتكروا المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية في ذلك الوقت عندما سؤل ماذا ستفعل؟ مع النادي الأهلي وتقف هل يستطيع اتحاد كرة القدم أو اللجنة اللي بتدير اتحاد كرة القدم في ذلك الوقت أنها تقف مع النادي الأهلي علشان لعبته تلعب معاه في كاس العالم للأندية بس مش حاجة تانية يعني شيء طلب طبيعي جدا قال لك ليس كل ما يعرف يقال النادي الأهلي حيلعب بلعبته ومنتخب مصر حيلعب بلعبته هو أنا اللي قلت كده؟ ولا الأستاذ أحمد مجاية مهندس أحمد مجاية تساعتها؟ مش ده اللي حصل؟ حضراتكو فاكرين ولكن أنا بفكر اللي ما بيفتكرش من أول ما الفيفا حدد اتحاد كرة القدم حدد الوقت بتاع كاس العالم اتحاد كرة القدم في ذلك الوقت أو اللجنة اللي بتدري اتحاد كرة القدم في ذلك الوقت تخلت عن النادي الأهلي في أزمة تضارب المواعيد والأهلي بنفسه بدأ يخاطب الفيفا وزي ما قلت لكم السيد أحمد مجاية في الوقت ده قال ليس كل ما يعرف يقال هنحل الأزمة ولا في حاجة حصلت ولا في حاجة حصلت الأهلي أجبرة أجبرة ولولا الحس الوطني العالي عند مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت ده وقابله طبعا دايما النادي الأهلي هو نادي الوطنية الحقيقي الأهلي الحس الوطني قال لك خلاص يا جماعة احنا هنتصرف وحنلعب بمجموعة الناشئين ويعني ربنا معانا أو المجموعة اللي معانا وربنا معانا كان عندنا غيابات في هذه المباراة ثمان لاعبين وكسبنا وقدرنا نحصل على الميدالية البرونزية كسبنا منتير المكسيك بطل أمريكا الشمالية كسبت مين منتير المكسيك بطل مين أمريكا الشمالية وكانت أول مرة النادي الأهلي يفوز على منتير أصلحنا أنا عارف أن الأسماء اللي أنا بقولها دي هتبقى غريبة على بعض من لاي وشجع النادي الأهلي ولكن بالنسبة لجمهور النادي الأهلي لأنه محدش هلعب منتيري لعب الفرق الكبيرة دي مش هتلاعب أكل فكاس العالم للأندية يعني فإحنا بنروح كتير فعارفين كويس جدا لما بنيجي نتكلم فأنا بقول لكم عشان كده بفكركم للناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي أنا بفكركم وقاعدين بتفرجوا عليها دلوقتي أنا بفكركم النادي الأهلي بس هو اللي بيلعب فهو اللي عارف أسماء هذه الفرق كويس وقيمة هذه الفرق كويس يعني الدول العربية كلها تقريبا أو يعني اللي شاركوا في بطولة كاس العالم للأندية المغرب هتلاقي الرجاء والوداد شاركوا السعودية ممكن تلاقي الهلال والاتحاد ممكن تلاقي الهلال والاتحاد مش فاكر من تاني لكن في مصر ما فيش غير ناد الأهلي فقط الإمارات الأين والجزيرة مثلا لكن في مصر الأهلي فقط الأهلي فقط هو من يشارك في هذه البطولة طيب أرجع تاني للموضوع بالرغم من كيروش كمان رفض ترك اللاعب الأهلي اللي كانوا مش بيشاركوا باستمرار زي محمد شريف ومحمد مجدي أفشا وايمان أشرف والأهلي في هذا التوقيت ترك خمس لاعبين من العناصر الأساسية للمنتخب وده حق منتخبنا أنا ببتكلمش اهو أنا بقولش اي حاجة أنا بقول ان منتخبنا لو بلدنا هي اللي لها الحق الأكبر في اي شيء هي اللي عملت أسماء هؤلاء اللاعبين فمن حقه أنا بس بفكر وأبقى وذكر ولعبنا بطولة كاس العالم الأندية بلعب المكان وموجودين في ذلك الوقت ونجحنا نحن نتوج بالميدالية البرونزية ونشرف بلدنا نشرف بلدنا ايه علاقة اللي أنا بقوله ده بالاحتواء اللي أنا كنت بادي به الحلقة الاحتواء في ايه بقى تخيل حضرتك ان الاتحاد بيتدخل لتأجيل مبارات أو مبارات لأندية في إفريقيا علشان تلعب مباراة والدية بالاتحاد أو فرض داخل الاتحاد أو عضو في الاتحاد كمان الاتحاد أنا حقول عضو فحقول الاتحاد أنا آسف يبقى الباقي موافق على هذا الأمر طالما ده بيحصل طالما عضو بيحصل منه كده يبقى الباقي أنا حقول إنه هو موافق على هذا الأمر لأنه قرار بيتنفذ الاتحاد كمان بيقنع تخيل حضرتك إن أنا بقعد مع المدير الفني وأقنعه أقنعه اللي هو روي فيتوريا يعني إنه يسيب لعبة المنتخب وما ياخدهمش معاه في المعسكر المعسكر اللي انتلق النهاردة بالمناسبة عشان عندهم ارتباطات في بطولة دوري أبطال إفريقيا هو ده اللي أنا بتكلم فيه هذا هو الحقيقة أن الاحتواء وصل لأعلى مرحلة ليه ما شفناها شبل كده شفناها أنا آسف في التحكيم في الموسم الماضي وشفناها وبنشوفها دلوقتي وفي الآخر ني اللي أنا بيتجامل الأسل بيكسب الحكام أسل اتحاد الكرة واقف مع الأهله انتحاد الكرة واقف مع الأهله وعايزه يكسب الدوري انتحاد الكرة واقف مع الأهله وعايزه ياخد البرونزية بتاعتكاس العالم وأي حد أهلاوي بيتقلق كلب ما تقريبا أن قصدهم اتحاد كرة القدم الأغندي يمكن مثلا أو البوركيني مثلا ما احترمنا لكل طبعا يعني على دماغنا أي اتحاد كرة في الدنيا إلا اتحاد كرة القدم هل اللي بيحصل ده حقيقي هل اللي بيحصل ده طبيعي هل من الممكن أن نرى موضوع بهذا الشكل وبهذا المنظر ونسكت ربنا يوصر على الموسم اللي جاي ما يكونش أيضا موسم تحت شعار الاحتواء لأنه اللي بيحصل ده جماعة هو جرس انظار لكرة القدم المصرية وللدولي العام المصري اللي انا بقوله ده هي امور حصلت بالفعل وتأكدت منها من مصدر واثنين وثلاث الامور دي بتحصل اثنين بيتكلموا او ثلاثة بيتكلموا بيبقوا عادين وبطلعوا يحكوا ويحكوا ويحكوا لغاية لما بتوصل ما عنديش ورق بيها للأسف الحاجات اللي بدور على ورقها واللي جبت نص ورقها ولسه بشوف النص التاني فين دي حتكلم فيها بالورق لكن الحاجات اللي زي دي ألا تخجلون حرام عليكم لما تيجي النادي الاهلي يتكلم يقولك يحط رجل يقعد كده ويحط رجل على رجل ويقولك ايه اصلا ما انتو بتعتبروا ان اي غلطة هنا بتحصل هي مؤامرة لا مش هنعتبر ان الاخطاء مؤامرة ولكن هو اللي حصل مع النادي الاهلي ما بيحصلش مع النادي تاني ليه او ما بيحصلش مع النادي تاني ليه او ما بيحصلش مع النادي الاهلي فقط عشان بس الناس بتقول لي الناس بتقول لي اصلا انت بتتكلم كتير عن التحكيم يا سيدي او انا بعمل ايه انا بتكلم عن التحكيم وبقى طالب دائما بالعدالة التحكمية والنهاردة النهاردة انا بقى طالب بالعدالة الادارية انا وريت حضراتكم ان اتحاد كرة القدم انا مليش دعاوا بحد انا بتكلم على مسؤولين في اتحاد كرة القدم مليش دعوا بحد تاني ولا انديها اخرى انا بتكلم على اتحاد كرة القدم اتحاد كرة القدم بيأجل او بيحاول ان يؤجل مباريات في البطولة الافريقية علشان مباراة ودية مفيش مشكلة دي اما طبعا يقولك مصر تمام زي الفل طيب لعبة المنتخب حيروحه ولا مش حيروحه الرجل عايز اللعبة تروح بيتم اقناعه او بقى لهم يومين بيتم اقناعه ان هو مش لازم تاخد لعبة المنتخب كلهم هل ده طبيعي لو ده طبيعي جماعة طلعوا اقولوا لي ان انا بقول اي كلام وان ده طبيعي عام اسلامه عادي جدا وبيحصل وما فيش مشكلة خالص لانه بجد اللي بيحصل ده انا شايفه مش طبيعي مش انا الواحد معظم جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يا كرمني وقدر اكمل بقية الورق اللي معايا عشان اوري لحضراتكم ولاوري لجمهور الاهلي فقط جمهور الاهلي اوري له كيف تدار كرة القدم في مصر مجموعة كده مجموعة بتدير كرة القدم في مصر ازاي هقول لكم بس امسك الورق في اداية وكيف تطور الاحتواء من التحكيم لامور ادارية اخرى والله اعلم ما هو انا دلوقتي خسرت الدوري احد اسباب عشان ما حدش يقولك مش عارف ايه احد اسباب خسارة النادي الاهلي للدوري هو التحكيم مع سوء الاداء مع كذا مع كذا اهو انا بقول دايما اهو لكن بعديها بشهرين تلاتة وفاجأ باحتواء كمان في النواحي الادارية تعشانين ان شاء الله والنادي الاهلي النادي الاهلي لان يسكت على شيء او جمهور النادي الاهلي انا خليني هنا النادي الاهلي في مسؤولين اللي عارفين بيتكلموا ازاي وعارفين بيعملوا ايه كويس جدا جدا لكن انا هنا جمهور النادي الاهلي لان يسكت على اللي بيحصل ده خلينا نشوف ونتابع ايه اللي حيحصل خلال الايام القادمة لان الايام القادمة هتبقى فاصلة في حاجات كتيرة جدا خد بال حضراتكم اللي بيحصل ده انا ليه حرق دمي اوي كده ومدائق لان انا خايف من المستقبل او انا فارق معايا من اللي يسعد من دول الاربعة وستين ولا من دول الاتين وثلاثين ما تشطع داية تمشي انا مليش علاقة انا ليه دعوا بالنادي الاهلي فقط كل تفكيري ان السنة الجاية ايه اللي حيحصل كمان شهر ولا شهر ونص اذا كنت بتعمل كده ومش همك اي حد انا بتكلم بعد التحاد بتعمل كده ومش همك اي حد طب وبعدين لكن بخمس لعيبة بست لعيبة موجودين مش موجودين الفرقة هتكسب وتعدي عادي ده دور الاربعة وستين ودور الاتنين عادي انا بتكلم من ناحية المبدأ وتفصيل المواقف لحاجات معينة على رغم من هو هو نفس المواقف لكن لا فيه اختلاف ان انا هنا مباراة رسمية او مباريات رسمية كاس العالم للاندية ومع ذلك ادارة النادي الاهلي اثرت او تعاملت بمنتهى الحكمة والوطنية في ذلك الوقت لما كنت تيجي تتكلم لما انا كنت باجي تتكلم يقولك يا جماعة انتم فعلا احنا في مواقفة وطنية وعلى دماغنا من فوق لكن ايه التفصيل ده هو ايه اللي بيحصل هو دور الاهلي الوطني دائما سيظل رقم واحد لان ده احنا كلنا مؤمنين بي لكن بتكلم في تفصيل المواقف يعني واحد قاعد وحاطت مكنة الخياطة قدامه وعن مال يخيط مكنة خياطة اللي هي عارفين القديمة دي اللي بتقعب برجلين اللي بتعمل كده جدي وجدتك وامي وامك كان بتشوفها الحاجات دي الحاجات دي هي دي المكنة اللي بتتفصل عليها كل حاجة ترزي قاعد يفصل في المواقف وتفصيل المواقف زي ما قلتلكم انا حرق دمي حرق نفسي ليه حرق نفسي عشان السنة الجاية انا مش حخصر السنة الجاية دوري ان شاء الله يعني الا عشان اخطاء تحكمية ولا عشان احتواء ولا عشان اخطاء ادارية بتحصل من بره النادي الاهلي لكن في الملعب انا اقسم بالله وانا بقولها هوا على الهوا لو خسرت دوري لو قدر الله لو خسر النادي الاهلي دوري وانا ما زلت هنا موجوده على الهوا حكلم بحق ربنا وفي الملعب بس داخل الملعب فقط حطلع بارك للي يكسب الدوري في اكتر من كمبش انا الواحدي على تكرا كل جمهور النادي الاهلي ليه تفكرين دوري الاسماعيلي اللي اخده في سنة 2002 جمهور النادي الاهلي عملي سقف لكل لعب النième في ذلك الوقت انا كنت موجود وكنت بالعب في النادي الاسماعيلي كل جمهور النادي الاهلي الى كان استدالي القارة كله ملياد كل جمهور النادي الاهلي يسقف للاعب التالي لأن الإسماعيلي في ذلك الوقت كان يستحق التعادل مع النادي الأهلي والنادي الأهلي قدم مباراة عظيمة في ذلك الوقت والنادي الإسماعيلي قدم مباراة عظيمة في ذلك الوقت من المباراة التاريخية اللي عمره ما تتنسي فأنا شفت بعناي الاتنين دول كيف يتعامل جمهور النادي الأهلي سقف لفرقته وكان مبسوط بأداء فرقته ولكن سقف للنادي الإسماعيلي وقال لهم ألف مبروك على الدوري بعد نهاية السنة أنا سمعت كل ده سمعت أنا كنت ملعب في الإسماعيلي في الوقت ده الناس كانت بتباركلي أهلوية كتيرة جدا مش عايز أقول لأ حضراتكو إزاي كانوا بيبركولي فأنا عارف كويس جدا اللي بيحصل لأنه لكن أخسر في الملعب أنا عندي أنا مشاكل في مشاكل فنية مشاكل ناحية اليمين مشاكل ناحية الشمال مشاكل وراء مشاكل قدام أي حاجة لكن بأخطاء تحكيم مقصودة وبفعل فعل لا غير مقبول وحنرصد كل حاجة تاني حاجة بأخطاء إدارية وبفعل فعل كله مرصود وحنقوله وحنقوله ومش حسكت أنا لغاية دلوقتي بتكلم بالشكل العام لأنه أنا الورق قريب جدا جدا حيبقى مع حضراتكو على الهواء مباشرة من لغاية دلوقتي الأهلي ليس طرفا في أي من هذه الأمور أنا بعرض بس لأنه اللي جاي ما حدش هيسكت ما حدش هيسكت زي ما قلت لحضراتكم ما عنديش مشكلة أخسر عايز تخسرني ما حدش عارف يخسرني برا الملعب في الملعب أوكي 11 ضد 11 بالعكس أنا أدرب تعظيم سلام للفريق اللي يكسب النادي الأهلي لو داخل الملعب فقط وبعدالة تحكمية ترجمة نانسي قنقر